نعمل ايه? عشان نخرج من ده عندي اربع اجراءات الاجراء الاولاني اجراء سهل وفي نفس الوقت صعب ايه الاجراء السهل ده? تتوقف عن اطلاق الاحكام على الناس انت مش مطالب على فكرة ان انت تحكم على حد ما حدش طلب منك ده وعلى فكرة اللي طلبت منك ده نفسك الامارة بالسوق وده وتمش صحيح انت اللي توهمت ده حدش طلب منك ده فلزيك اول حاجة تتوقف عن اطلاق الاحكام على الناس وعلى فكرة اطلاق الاحكام على الناس ده نوع من انواع الغيبة والنميمة في بعض الاحيين والازى في بعض الاحيين والظلم في بعض الاحيين وسوء الظن في بعض الاحيين وكلها ظلمات يوم القيامة فتوقف مش مطالب ان انت تعمل ده ولا ده يعد عليك بنفع تاني حاجة لا تشارك في ماذا لا تشارك في نوع من انواع اشاعة السوء في الناس ازاي تشيع السوء في الناس تشيع الكراهية تشيع الازى تشيع الضرر بانك انت تنشر اشاعات انت ليس عندك فيها لا دليل ولا تأكيد فتنشر كل ده فتشيع في الناس المساوئ الاخلاق وتشيع في الناس كمان نوع من انواع الاحساس بتوطين مساوئ الاخلاق وتوطين الظلم وتوطين الوجع وتوطين الحقد والانتقام تالت حاجة انت ممكن تعملها لو تعديت على حد وكان ليه مظلمة عندك رد حق الحق لاهله ورد مظلمة الناس لان رد المظالم هو جزء من التوبة ليه؟ عشان تقدر تعيش مرتاح ومعالكش هذا الثقل ومتعيش في الظلمة لان رد المظالم لأهلها يمحو ما كان عليك من الاسم لان التوبة تجب ما قبلها عندما تكون توبة نصوح كاملة الحاجة اللي بعد كده والإجارة الرابعة حاول بقدر اليمكان ان انت تساعد الشخص اللي انت أزيته انه ويقدر يعوض اللي فاته وكمان نختم ده بانت تدعي اللي انت ظلمته وتعديت عليه ووجعته وكسرت بخطره والناس اللي خلناهم كمان انهم بتتملي بالدموع او قلوبهم اتملت بالوجع نحاول بقدر اليمكان ان احنا ندعي لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يتولاهم وتدعي ربنا انه ويتولى عنك سداد ديون الناس ويجعلنا اقوياء بالقدر الكافي اللي نقدر نطلب رضاك بان تجبر خواطر من كسرنا خواطرهم يا ارحم الراحمين يا مولانا نسألك ان ترحمنا من مساوي انفسنا وان تجعلنا في عبادك الصالحين المخلصين الذين جعلتهم عرضة لرحمتك وتجعلهم يا ربنا قد انزلت عليهم رحماتك من السماء فجعلتهم من الامنين المؤمنين لعبادك اجمعين يا رب العالمين